عندنا تعليق من باسل أبو عمر بيقول إلى متى سنبقى نسمع بترحيل هل هذه دعاية انتخابية أم فعلا سيتم الترحيل ولماذا لا يوجد عقوبات جدية بشأن المخربين ومن يمس أمان البلد وأنا أحترم ثقافتكم وقناتكم وشكرا لكم احنا برضو بنشكرك للمتابعة يعني كلامه الحقيقة لحد ما يعني في صياغ اللي بننادي به أني على المخرب أو المجرم أن ينال عقابه حتى يكون يعني عبرة للبقين ونقدر نبقى عايشين في مجتمع كله سلام علي بيسأل بيقول خلينا بس نقطة يمكن نعلق هيك ولو تعليق بسيط طبعا على تعليق سيد باسل يعني تعليقه صراحة من الناس إلى متى سنبقى نسمع بترحيل هل هذه دعاية انتخابية نعم يا باسل هذه دعاية انتخابية بصراحة ليس أكثر من ذلك سيتم الترحيل لن يتم الترحيل دون إجراء حل سياسي حقيقي وتغيير سياسي حقيقي في سوريا بناءا على الأمم لا لا أجزم في الموضوع لا يوجد بهذا الحل يا سيد الكريم النمسا قامت بترحيل بعض الأبرياء إلى العراق لأن العراق فعلا يوجد فيه مع الأسف تغيير سياسي أوكي يوجد مؤيد معروض لكن ده بترحيل أما بسوريا لم يلايض حتى الآن منذ بدء الثورة السورية في 2011 إلى اليوم أي تغيير في هذا النظام الإرهابي والشق الآخر من سؤاله ما هو من يمس أمان البلد عقوبات جدية فعلا هذا كلام دقيق وهذا كلام صحيح هذا كلام صحيح بس عم بإلك كل من يدان اليوم أو يجرم بجريمة ما يسحب لجوءه يعني هذا بصراحة العقوبة ليس ما هذا هو عقوبة فعليا وهذا الشخص يعني سيصبح نكرة في المجتمع يعني فبالتالي يوجد عقوبات يعني طب علي بيقول لك شو الأحزاب الأقرب للاجئين يعني فينا نقول الأحزاب الأقل شرا للاجئين هلا حاليا هي طبعا فينا نقول هو حزب الخضر وحزب الاس بي او بصراحة حزب الاس بي او هو حزب الأحمر حزب الاشتراكي وكان هناك تغيير في سياسة الحزب نعم نعم حتى مهما كان في تغيير ولكن ليس ذو توجهات يمينية متشددة شعبوية مبنية على مفردات الكراهية والإقصائية فبالتالي حزب الخضر فينا نعتبره قريب للاجئين جدا وحزب الاس بي او أكثر قربا للمهاجرين بشكل عام ونتمنى أن الناس يعني تندمج بشكل إيجابي مع كل اللي بيحصل عشان يكون عندنا مجتمع سويد آخر تعليق معانا ليوسف يقول الحكومة أرسل التعليق الحكومة القادمة ستكون على الأغلب من ثلاث أحزاب لأن اليمين المتطرف والوسط لن يستطيعون تجاوز الخمسين بالمئة هذا صار هذا مجرد اقتراح على الأغلب يعني فعليا 27% 27% و22% يعني فعليا ليس الموضوع بالسهولة كلامه دقيق جدا لسيد يوسف سليمان فعلا سيكون هناك اقتلاف من ثلاث أحزاب ولكن اليمين المتطرف والوسط حزب الشعب فعليا من الصعب يعني وغالبا لن يأتلف الشعب والحرية والخضر على سبيل المثال فممكن أن يكون هناك اتلاف بين الشعب والاشتراكي والخضر أو أي آخر فسيكون هناك صراحة الفرطرة المرحلة المقبلة حافلة حافلة صراحة بالمفاجآت إن شاء الله ستكون يعني إنفوغرات ستتفرد بالعديد من التاطيات الخاصة بهذا الشيء فإن شاء الله سنبقى يعني مع كل متابعينا كل متابعينا في حالة يعني اكتويل وتجديد للمعلومات التي تردنا وتابعوا دائما يعني منقلهم تابعوا دائما الموقع ويحملوا التطبيق على هواتفهم حتى يساعدهم لأن الفيسبوك مع الأسف سيء جدا وما بوصل للأخبار مثل ما كان بالسابق سيد أحمد بشكرك شكرا جزيلا للمرة الثلاثين المرة الثلاثين أشكرك أكثر والأسبوع القادم نلتقي على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام الشكر موصول أيضا لحضراتكم حديثنا اليوم انتهى وإذا كان في العمر بقية فحديثنا معكم له بقية كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء